بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة السابعة تقييم وتشخيص صعوبات اللغة الشفاهية والوعي الصوتي ونتناول الدرس الرابع بعنوان تقييم وتشخيص الوعي الصوتي طبعا يحتوي الوعي الصوتي على ست عناصر أساسية تساعد في اكتساب القراءة والكتابة وهذه العناصر هي أولها تقسيم الجملة إلى كلمات طبعا هنا يجب معرفة أن وحدة اللغة الأولى هي الجملة وليست الكلمة وعلى الطفل معرفة أن الجمل مكون من كلمات وهي المرحلة الأولى في التحليل حيث يستطيع معرفة أن الكلمة مكونة من مجموعة من الفونيمات ثم تقسيم الكلمات إلى مقاطع هذا هو المستوى الثاني من التحليل اللغوي ومقدرة الطفل في مستوى رياض الأطفال على تقسيم الكلمة إلى مقاطعها يمكن استخدامه كمؤشر على الأداء القراءة في الصف الأول أما تقسيم المقاطع إلى فونيمات فهو المستوى الثالث من التحليل اللغوي وقدرة الطفل في عمر 5 إلى 6 سنوات على تقسيم المقاطع إلى فونيمات يدل على قدرته على اكتساب القراءة السليمة والصحيح أما النغمة والتنغيم فنقصد بالتنغيم هو القدرة على الاتيام بكلمات لها النغمة نفسها ويعد مؤشرا على النجاح في القراءة لاحقا والتنغيم يساعد الأطفال على زيادة الوعي بأصوات اللغة مما يسهل عملية ربط صورة الحرف بصوته والعكس أما المزج الصوتي فالمزج الصوتي هو القدرة على مزج الأصوات مع بعضها بعض وهي مهارة مهمة جدا للقارئة المبتدئ والمزج الصوتي هو بمثابة تحضير للطفل لتعرف الكلمة بعد أن ينطق أصواتها أو تنطق له هذه الأصوات أما تقسيم الكلمات إلى أصواتها فقدرة الطفل على تقسيم الكلمة إلى أصواتها اللغوية هو آخر مستوية التحليل اللغوي وهناك علاقة قوية بين وعي الطفل بأصوات الكلمة والقدرة على القراءة لو أتينا وتكلمنا عن العلاقة بين الوعي الصوتي واكتساب القراءة والكتابة نقول أن هناك علاقة متبادلة بين الوعي الصوتي وبداية اكتساب القراءة والكتابة إذ يساهم الوعي الصوتي في تعلم القراءة والكتاب ويطور اكتسابها ومع أن الوعي الفونيمي هو مهارة منفصلة عن مهارة الحروف ومعرفتها ومعرفة القراءة والكتابة فإن معرفة الحروف ومحاولات القراءة والكتابة لدى الأطفال تساهم في تطور وعيهم الفونيمي على نحو سليم لو تكلمنا عن أشهر أسباب العسر القراءة نقول أن صعوبة معالجة الأصوات اللغوية في لغة ما أو ما يعرف بضعف المعالجة الصوتية حيث أن الأبحاث أشارت إلى ثلاث أنواع من المقدرة في المعالجة اللغوية الصوتية أولها الذاكرة الصوتية ونعني بها تخزين المعلومات وتمثيلها في نظام الذاكرة على شكل صوتي لمدة قصيرة وثانيها الاسترجاع الصوتي للمخزون الدليل للكلمات ونعني هنا المقدرة على استرجاع الشيفر الصوتية من الذاكرة وثالثها مفهوم الوعي الصوتي ونعني به درجة حساسية الشخص للبناء الصوتي في اللغة الشفوية وهذه القدرات الثلاث متداخلة مع بعضها البعض كما أنها تؤدي دورا مهما في اكتساب مهارة القراءة تقييم المستوى الفونولوجي من الجوانب الفونولوجية التي يهتم فريق التقييم باختبارها وإجراء تحليل دقيق لها ما يلي أولها الوعي الفونولوجي وهو الوعي بمحتويات الكلمة من الأصوات ثم الذاكرة الفونولوجية والذاكرة اللفظية قصيرة المدى والمعالجة الفونولوجية للأصوات والمقاطع اللفظية والكلمات وأيضا القدر على تحديد تتابعة سلسل الأصوات اللغوية في الكلمات وأخيرا التمييز السمعي بين الأصوات اللغوية لو انتقلنا الآن لنتحدث عن اختبار الوعي الصوتي بعنوانه القدرة على إدراك القافية والجناس الاستهلالي الآن هناك تعليمات للفاحص على الفاحص أولا نتأكد من أن المفحوص يفهم تماما المطلوب منه قبل عملية إجراء الاختبار نقول أن نتأكد من أن المفحوص يفهم أن أمام عشرين مجموعة من الصور تنقسم إلى قسمين القسم الأول يقيس القدرة على إدراك القافية يعني تشابه نهاية الكلمات والقسم الثاني يقيس القدرة على إدراك الجناس الاستهلالي نقصد به تشابه بدايات الكلمات الآن تتكون كل مجموعة في القسم الأول من ثلاث صور صورتان تتفقان في أن لهم نفس القافية وتتكون كل مجموعة في القسم الثاني من ثلاث صور صورتان تتفقان في أن لهم نفس الجناس الاستهلالي والآن المطلوب من المفحوص وضع دائرة حول الصورة المختلفة في القافية في القسم الأول والجناس الاستهلالي في القسم الثاني الآن لو أتينا لنرى المثال على القافية نقول للطالب انظر إلى مجموعة الصور الآتية يكون موجود صور طبعا وضع دائرة حول الصور التي لا تتفق نهاية اسمها مع نهاية بقية أسماء الصور الأخرى الآن يوجد لدي مجموعة صور كما يتضح في المثال الصور الأولى قلم الثانية بطة الثالثة علم الآن كلمة قلم وكلمة علم تشتركان في القائفية بمعنى أن نهايات هاتين الكلمتين متشابهتان أما كلمة بطة فلا تتفق مع بقية الكلمات إذن الحل الصحيح هي كلمة بطة لأنها الكلمة الشاذة ومن ثم يجب وضع علامة X تحتها يعني تكون هي صورة تكون صورة نضع تحتها علامة X لأنها هي المختلفة لو أتينا نتكلم عن مثال على الجناسة الاستهلالي نقول للطالب انظر على مجموعة الصور الآتية وضع دائرة حول الصور التي تتفق بها بداية اسمها مع بداية بقية أسماء الصور الأخرى الآن يكون هناك عدد من الصور كما هو موجود الصورة الأولى كرة والصورة الثانية حصان والصورة الثالثة كتاب يعني الآن لو لاحظنا كلمة كرة وكتاب تشتركان في الجناس الاستهلالي بمعنى أن بدايات هاتين الكلمتين متشابهتين أما كلمة حصان فلا تتفق مع بقية الكلمات إذن الحل الصحيح هو كلمة حصان أو صورة حصان عندما تكون الصور موجودة أمام الطالب وهذه الآن يكون موجود لدي في الاختبار بعض البيانات الأساسية اسم المفحوص الرباعي المدرسة تاريخ الميلاد الصف الدراسي وتاريخ اليوم